نجدد تحية لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح وقد انضم إلينا كل من خياطي زين العابدين رئيس جمعية كرال نغم صباح الخير بحر الخير عنك سيدي نرحب أيضا بعد البراهيم عضو المكتب التنظيمي لجمعية كرال نغم رحبا بك إذن بداية زين العابدين خلنا نتعرف على جمعية كرال نغم نعم يعني من خلال التسمية من المفروض أنه هي جمعية موسيقية غنائية صح؟ نعم بالطبع وهذه التسمية تحية مختصر للنهوض بالغناء والموسيقى إذن نحن كرال بوليفونية متعددة الأصوات ذات طابع كلاسيكي بوليفوني تؤدي مختلف طبوع سواء الوطنية أو الأجنبية بلمسة بوليفونية كلاسيكية غلاء شحال عدد أعضاء الجمعية عادل ووش هي أهم المحطات التي شاركتوا من خلالها كجمعية كرال نغم كرال نغم في 2017-2013 إن شاء الله جاي في أفريل 2018 الأعضاء اللي ينضموا إلى الجمعية زين العبيدين وش هي شروط اللي تطلبوها في كل الملخرطين؟ والله مدام أنا من بين الأشخاص اللي نديروا الكاستينغ الأفراد اللي ينضموا فأنا نحب أن نشوف كل من السيرة الذاتية على الشخص مسوى الأكاديمي مسوى الجامعي لآخره ونشوف أيضا طبيعة الحال مسوى الموسيقي فهذ الأشخاص يؤديوا مقاطع من الموسيقى معينة نقول لهم دي تاست دو غيتم دي تاست دو جوستس دي تاست أيضا على المدى الصوتي تحهم ونطلعوا ونكونوا فضولين أيضا في مسيرتهم المهنية أو الدراسية العمر في المتوسط 25 سنة وفي الآخر حصلنا على مجموعة من أستيدة أطباء دكاتيرا إطارات سمية وأشخاص مهنيين طلبة في الجامعة وهم زيد يعني وكيفش يقدروا يوفقوا عادل بين الجمعية كرال نغام وبين حياتهم المهنية الشخصية كيفش نقسمين الوقت إذا كان فيه برنامج تمشيوا عليه انتوما كجمعية في الحقيقة باش لحقنا لهذا البرنامج شفنا يعني نشوف احنا الأعضاء دينا وشنه هو الوقت اللي يساعدهم يعني على حساب توقيت على حساب الامبلوى جوتان ديالهم ولحقنا شفنا بالسبت العشية دايما هو الوقت اللي يساعد كامل كامل المنخرطين في الجامعية دينا اللي يكون اللي نديروا فيهم لغيبات دينا شاك فا شاك سماء كونكم راكم دايما تحتكوا مع فئة نقدر نقولوا احترافية بما أنوادتوا لهم كاستينج قبل ما ينضموا لكم أكيد أنه عندهم القاعدة الفنية صح عندهم لاباز نعم نعم ما صادفتوش أنكم اكتشفتوا مواهب ربما اللي تستحق أنه تبرص كنجم في سماء الفن الجزائري نعم نعم والله في بعض الأحيان نتفاجأ جدا ببعض الأشخاص أحياناً يكونوا معدهم حتى تكوين أكاديمي موسيقي ولكن الهواية تحهم راقية جدا وأحياناً أخرى نلتقي بأشخاص وين تغلب عليهم طابع الحشمة والانطواء ولكن كي أدي ولا كي يغني وهذه الأشخاص مثلاً اللي هكتكلمت عليهم اللي يعتبروا عندهم مستوى راقي نحن نحاولوا دايماً نشجعهم بيعطاهم فرصة بشيغنوا بصفة منفردة يغني للشخص هذا اللي عنده مستوى ما شاء الله بصفة منفردة وتكون الكرة المرافقة له وفي بعض الأحيانات أيضاً نغنوا جميعاً في إطار واحد تحت غطاء كورالي فقط المناسبات اللي تشارك فيها جمعية كورال نغم لأن الكورال معروف أنه عندها جماليات تضيفها كفرقة موسيقية فنية محافلة رسمية ولا تقدروا حتى حفلات خاصة أنكم تكون فيه مشاركة؟ نعم نحن نغطي جميع الحفلات سواء كل خاصة ولا عامة للشعب بصع ديكت نحن نكونوا بزاف نحن مدى بنا يكون العامة بزاف باش نحصلوا على جمهور ونحصلوا على كمية يعني كما قولوا لابس بها من الشعب باش يطرق البوسيقة دينا باش يسمع لغنا دينا لزارجمان دينا ونحن نجروا هم في بلد لكوتور في أمن زيدون في عدة منصات ثقافية ملتقية 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 ونقدموا أغانية عالمية ووطنية نفذ مختلف العبادة و مناقع المختلف، وهذا، سوف يكون إذن، هل عندكم أقسام زين العابدين الداخل الجامعية؟ بما أنه كم أقول، لغات مختلفة، طبوع أيضا متنوعة نعم، هو سؤال في محلو، لا بشوري فهمتك بالضبط، لا تريد أن تقوله ولكننا في الجامعية لدينا تحدي، فكل هؤلاء الأشخاص بمختلف مستوياتهم واتجاههم الموسيقي كلهم نحاولوا نرفع لهم المستوى تطعوهم نفس التكوين ولا تقسموا؟ نفس التكوين فراهي الكورا لتغني نركزوا أكثر ربما مثلاً نؤديوا أغنية جوسبل باللغة الإنجليزية فالأشخاص اللي متمكنين من طابع مثلاً نقولوا ترقي مثلاً يغني طابع ترقي يلقى صعوبة كثيرة في طابع الإنجليزي فنحن نحاولوا بكل الطرق أنه نرفعوا مستوى في طابع الإنجليزي وكذلك العكس صحيح بنسبة ربما لشخص آخر متمكن من طابع القوسبل ومشي متمكن من طابع الأندلوس مثلاً فنحن نفقوا ما بين كل الأشخاص باش نرفضوا المستوى كامل ونجعهم متوازنين يعني اللي ينضم إلى الجمعية رح يتعلم كل الطبوع كل الطبوع نعم ليوليش مختص في طابع محدد نعم 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 قيمة موضافة بالصح باش تحافظوا على الجمعية تحافظ على الثقافة الكوران لأنه صار فيه كثير من فرق موسيقية تكونت وتشكلت لكن بعد مرور سنوات يتم انفصال وكل واحد يبحث عن مسار فني أنصولوا انتوما كجمعية عادل من ضمن الإستراتيجية ربما اللي تستطروها انتوما وشالجماليات اللي تقدموها للأشخاص اللي شاركوا داخل الجمعية ككوران باش يبقاوا يحبوا لكوران ويبقاوا متمسكين بلا كوران في الحقيقة كما نقولو احنا المنضمين المخرطين في الجمعية توجو كين هذك اللي يقعد معاك كين يروح توجو كين هذك تجدد تعالعباد كين عباد كما نقولو احنا كين دفوا يتزوجوا مجل مهاني كين رحوا الخارج كين يدير كارير ديجا كارير بروفيسيونل فلا يقدرو يبعدوا علينا بس احنا كما نقولو احنا كل سنة نزيدوا نضيفوا عباد جديد لنا نخرطوا معنا في الجمعية لنكونوهم تاني بنفس الطريقة ليكونوا لقدم ورح يكون عندهم نفس المستوى تقريبا بس احنا دايما ننسيوا كيفاش نخلوا الموحد ديانا في الجمعية يساعد يساعد للكل يعني بالقديم بجديد ما يكونش ديفيرانسا بالقديم بجديد ربما نضيف حاجة صغيرة الجانب الاجتماعي ايضا في الكوران احنا ايضا نصدمه بزا نركز عليه خارجات هذا الطابع ثقافي هذا الطابع سياحي هذا الطابع اجتماعي تقوي العلاقة يعني انا ربما نركز شوية على هذه النقطة نقول باللي الخلفية الثقافة تبقى الاتصال الاجتماعي تقوي الاتصال الاجتماعي ما بين احنا ديجا قلنا بالليل كورالتا عنا تحبي مختلف طبقات اجتماعية والوصوص اقتصادية فتكون فيداء كبيرة بالزاف لو كان كل هؤلاء الاشخاص يقوله في اتصال قوي تبادل الافكار تبادل الاراء تبادل خدمات تبادل خدمات ايضا رأة اذا هذا الشيء يساعد على ارتكاز وبقاء الافراز كان قال عادل منذ قليل انه ككل فرقة يعني كينوين فقدوا واحد يروح يغادر كينوين يجي واحد جديد بنسبة لكم زين العابدين هل من شخصيات بارزة ربما فقدتها الجمعية وخرجت من الجمعية وتأثرت لدى انسحبهم نعم نعم اكيد انا انا نعطي انا عندي اولوية من اشخاص الاكاديميين اشخاص اكاديميين عندهم مستوى في قراءة الموسيقى عندهم مستوى في الريتم عندهم مستوى في الادا عندهم سرعة في التعلم والحفظ فهد الاشخاص كي يغادروا للجمعية يعني ولكن بين قوسين يغادوا للجمعية ما يقولوش يحضروا للتدريبات والعروض ولكن يبقى الاتصال يبقى الاتصال دايما يكون ويبقى اتصال ضيب وربما نستفادوا منه بطريقة غير مباشرة يستفاد منه بطريقة غير مباشرة الى اخرى وكيفش تعاوضوهم والله احنا من قبل كنا نديروا كاستينج طول السنة بطريقة نقولو عشوائية ولكن الان مع ابراهيم ومع باقي الاعضاء ولينا ننظموه كاستينج مبرمج تقريبا سنوي نديروا تغطية في الفيسبوك على كلنا عادة قوية جدا فنجمعوا عدد كبير من المواهب نجوزوهم كاستينج ونختاروا ربما نعوضو وش فقدنا ونقويوا ايضا وما تحدثنش على مقر الجمعية عادل وين متواجدين مقر الجمعية هو في دار شباب والسنتر كوتيرال عبد الرحمن العلاء في بولفار دي مارتير بولفار دي مارتير يعني كل واحد يحوز كيفاش يبرتاجي كما نقوله احنا يليدي يتعى ينضيما من الكوغال بسك يربحوا بزاف عفايس بلنسبة للفنانين لهم جاي ولناشئين وللي يحبوا يغنوا يكونوا دايما باتصال معنا ويحبوا دايما يجو باش ينضموا للفرقة ياتيكم صحة نورتونا بإطلالكم في الأخير زين العابدين إذا كان فيه برنامج ربما لكم سترينو خصوصا خلال عطلة الربيع ربما أهم برنامج لنا رح يكون المشاركة مهرجان دولي بالمغرب طنجا هو مهرجان خاص بالكورال وحن تكون الكورال تعناه هي الكورال الجزائرية الوحيدة اللي تشارك بالإضافة أنها حتكون الكورال على مستوى العربي الوحيدة لحن تشارك يعني مسؤولية كبيرة بزاف بطبيعة الحال هاد المشاركة رح تكون تقييمية باش نقيمها روحتنا مقارنة بباقي الكورال رح تكون أيضا تبادل يحيكون مهم وثري جدا لأفراد الكورال إذن حبث أن أشير هاد المشاركة اللي حتكون إن شاء الله إن شاء الله خمسة أو ستة أو سبعة أفريل في مدينة طنجا بالمغرب العربي ورح تكون تروح كل الفرقة شحال عدد الأعضاء اللي رح يسافروا وعدد الأعضاء محش يكون كامل الفرقة محش يخمسين بسك الفيستيفال يجعلنا نبغة معين رح يكونوا عشين كوريست كيفاش تم اختيارهم؟ صعب؟ تم اختيارهم تم اختيارهم عن طريق الكاستنينج تاني اللي عنده كما نقول اللي يكون بزاف هو اللي كان عنده يعني يحفظ بيان يشارك دايما يجي دايما من الحضور تاني الانضباط هدوما يعني الأساسيات باش يقدر يكون معنا وكما نقول احنا أخينا لك خمد لك خمد برافو عليكم يا تكن صحة ونورتونا بإطلالتكم ووعدونا أنه لما تجيوا من المغرب بيتكون عندنا لقاء أيضا باش نتحطوا على المشاركة إن شاء الله إن شاء الله إشارة فقط لهوات الموسيقى اللي يحبو إذا كانوا فضوليين يحبو يتطلعوا على نشاطتنا في صفحة الفيسبوك كورال نغم بالفرنسية كورال نغم تقدروت سؤال أخير اللي ينضم لكم يجيب الآلة الموسيقية نتاعوا معاه أو لأنتم اللي يتوفر لكم يجيب نقول الآلة الصوتية معاه صوتية أحبال صوتية نعم برافو عليكم يا تكن صحة وكل من خياطيزين العابدين رئيس جمعية كورال نغم نورتنا بيطلالتك نشكر أيضا عدل إبراهيم عض والمكتب التنظيمي لجمعية كورال نغم نورتنا أيضا مشاهدين مكملين في محطاتنا فقارتنا رحينا على فاصل ورجعين فضل